مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوغرات أكد المستشار كارل نيهما أنه سيتوجه إلى أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة للاستمرار في تزويد أوكرانيا بأفضل دعم إنساني وسياسي ممكن ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي في رسالة بالفيديو موجهة إلى الشعب الأوكراني أمس الاثنين أن المستشار النمساوي سيزور أوكرانيا ذاكرا أنه ناقش مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا فندرلاين والمستشار نيهما الجهود المبذولة لتحديد هوية جميع الجنود الروس المتورطين في الجرائم ومعاقبتهم في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية كما نشر زيلينيسكي أمس الاثنين على تويتر أنه أبلغ المستشار بمساري النضال الدفاعي ضد عدوان الاتحاد الروسي والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في منطقة كييف وكتب في الختام شكرا للنمسا على دعم دولتنا أعرب وزير الخارجي النمساوي أليكساندر شالنبرغ عن تحفظه على فرض عقوبات أكثر على الواردات الأوروبية من الغاز الروسي حيث سيكون لها أثر مرتد على الاقتصاد الأوروبي وذلك في إطار تعقيبه على دعوة الحكومة الألمانية إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد فضائع الحرب في مدينة بوتشا الأوكرانية مضيفا أن إمدادات الغاز يجب أن تكون في منأة عن العقوبات لأن لها تأثير ضار واسع على الجانبين وطالب شالنبرغ بتحقيق دولي في جريمة مذبحة بوتشا مشيرا أن النمسا تؤيد تقديم شكوى عن الأوضاع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتوقع الوزير إقرار المزيد من العقوبات ضد روسيا قريبا مع استثناء فكرة حظر الغاز الروسي لافتا إلى أنه يمكن تجديد الخناقي من خلال عقوبات في مجالات أخرى أكد وزير الداخلية النمساوي جرهة كنة اليوم الثلاثاء أن القضاء النمساوي أصدر أحكاما بالسجن المشدد لأكثر من عشر سنوات على بعض المتطرفين اليمينيين ما سوف يساعد كثيرا في السيطرة على جرائم التطرف اليميني في البلاد وذكر الوزير إدانة مغني الراب اليميني المتطرف المعروف باسم السيد بوند لنشره أغاني تدعو لتمجيد النازية إضافة لشقيقه الذي يدير موقعا لنشر خطاب الكراهية والتطرف ذات الأغاني كانت ملهمة لبعض الجناه في جرائم أخرى وأبرزهم منفذ الهجوم الإرهابي على مسجد في منطقة كرايست شيرج في نيوزيلاندا قبل سنوات قليلة بالإضافة إلى إدانة رجل آخر يبلغ من العمر 78 عاما وهو عض بارز في حركة الهوية النمساوية اليمينية المتطرفة حيث كان يخطط لهجوم إرهابي طالب فولفغان كاتسيان رئيس اتحاد النقابات النمساوي بزيادة الرواتب بنسبة 6% بسبب التضخم الهائل في الأسعار موضحا أن الناس أصبحوا خائفون والعديد منهم على وشك الدخول في مستوى الفقر ورفض كاتسيان رد فعل وزير المالية ماغنوس برونا بأن هذا من شأنه أن يزيد من دوامة الأجور حيث أن هذا رد فعل طبيعي للموظفين الذين يرغبون في حماية أنفسهم من هذا التضخم والقول بأننا نغذي دوامة أسعار الأجور هو مسحة فالتضخم آخذ في الارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان وأسعاره ولكن ليس لأن الناس يكسبون المزيد كان هذا موجزنا ونلقاكم على الساعة الخامسة والنصف مساء قصة في رمضان بقراءتنا الإخبارية الموسعة وإلى اللقاء